هاي شو اللحظة معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصباح الخير كيف حالة نصحيت متأخر شويتين نمت شوية زيادة الهن الساعة خمسة واربعين يمكن بطلع كده ظهر نامين رعين الفندق روحت بره شوف غفرين الباب صجر واقف و مادي عادي في فطور ماي فطور أنا باطلع ما يهمني خليني أجهز بس وإن شاء الله بقف الفيديو الحين إن شاء الله إذا وصلت هناك حاولت كثير إني أثبت الكاميرا هنا بأي طريق أسوي أي شيء عشان صوره رايح وإن فيهتز ما يفادى التصوير الحموة أنا أصور بالجوال كلاعادة إذا تعرفوا ما صور بالجوال وإن شاء الله نشوف مع سوا سوا بالجوال إن شاء الله نشوفكم ارتفاع خنجراب باس يوصي على ارتفاع خمسة عشر ألف قدم باب الصدر هناك كانت خمسة عشر ألف سبعمية هذا خمسة عشر ألف قدم ويقول لك الأكسجين يخف مرة هناك لدرجة تتعب كثير هاي يقولوني فضلا تطل تاكلوا علكة ولا شي فا ما أخذ احتياطاتي و هننزل هلوقفوني في مكان بعدين خلوه نمشي كيلو كيلوين للحدود فإن شاء الله هشوفكم هناك الإفريق على ساعة ونص تقيمة ساعة ونص ساعتين تسعة وثمانين كيلو خمسة وثمانين كيلو حاجة زي كده هشوفكم إن شاء الله هناك دعواتكم اشتركوا في القناة 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 طبعا توقف على الجنب هنا واووو وتمشي اشتركوا في قناة اشتركوا في الشكل خلوه نوريكم نوريكم العالم نوريكم الدنيا هنا شو تفكر من هنا كده هذا هو أعلى أعلى ATM في العالم موجود في باكستان على ارتفاع كم؟ خمسة عشر ألف قدم حابا يجرب ويشتغل ولا تبدو تبدو ماذا الفائدة؟ تبدو تبدو حسنا أعلى أعلى نحن هنا هنا الكسجين يقل يا جماعة إن شاء الله شايفين يا جماعة لا ننفوس لديك لديك وأ jornada الكاميرات اصور بالجواد كمان اصور بالايف هذا بالكاميرا كمان فالعسف اهم شي يتعيش الله الله هون اصور بالنسبة اللي هذا شكله تذكار نصف تذكار الى اللي توفو بالنسبة يلي اهم فيه خدمة الوطن يعني او شي اكيد الجيش البرد وكالله ما عارف ايش مكتوب كانت أسماء هم غالأ مشوار المهم تعالوا وصلنا يا شباب هذه الحدود هذول الأخوان من الصين هاي كيف حالك؟ كيف حالك؟ حسنا هم جايين قانا نشوفون نحن ايش قانا في الصين هاي ودرسي عاقين هاي نسي هامي درسي اوكي يا شباب في مفاجأة بس انه يمكن ما هتكون يعني للكل لبعض المشجعين الخاصين جيبت معي شعار الاتحاد كيف ننسى الاتحاد قدام الصين نذكرهم نقول لهم تذكروا أيام قوانز وأيام الاتحاد يمكان يجلد نقول لهم أيام أيام 2004 2005 بس حالك مع اسفينغنام الكوري لو نروح كوريا هذكرهم نشوفوا كيف ورح الشايب يبقى له شعار الاتحاد مع الأكيدة أيوة شعار الاتحاد في كل مكان يا جماعة أنا غريكم نحط زي كده أهم شيء أنه شعار الاتحاد في كل مكان يلا يا شباب نحن نقول الاتحاد من أمام الصين نحن نقوم بحاجة نحن نأخذ قام صورة الشعب الراحة كنت بسهل هذا ما أعرف مكتوب 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 الجوة باردة بس يعني يمديك أنا حسرت بهم قفازات وكذا يجب أن تسوق لازم تلبس قفازات لا يوجد مشكلة عادي لا يشوف الكلب يدخل الكلب دخل طيب أنا لاحظة يهرب على الكلب لايش الصخر عليك تفكير لازم تحريب وشغل المخدرات شوف 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 يا عيني تخيل إنسان زي كده طيب الكاميرا يمديها تروح جوا الصين صح يا الله هذه الكاميرا جوا الصين سوف يعني أنت أمر هلو هلو هم أمر يوض ماذا فعلت باكسان لينك الود والاحترام متبادل بين الطرفين بين العائلتين ومدينتين في باكسان مدينتين باكسان والله اني من الحماس لا اعلم ايش قاعد اقول بين الصين و باكسان طيب شارع الصين جاي من هناك شوفوا هناك الناس جايين ما عرفين يودي هيا بنا في طريق العودة ثوانمية وسبعة وخمسين اسلام اباد وحسب دار ثوانمية وسبعة ولولولولولو قلقت ميتين واربعة وستين ومواربعة وثمانين ما قاعد اقرأ كميس يا راد يا شباب قول ما ارجع في طريق العودة احب اشكر كل من وقف معي كل من ساندني كل من نصحني كل من شجعني سواء كان بلايك بمشاهدة باتصال باستفسار بنصيحة بسؤال عني بروحها تسويها وانت قدها بأي شيء بأي واحد بساعدني بأي طريقة احب اشكركم من اعماق القلب يعني لو لا تشجيعكم ما كنا نتحمس يعني لما نسوي الجناندة احب اشكركم وان شاء الله وعدكم بإذن الله الرحلات الجاية هتكون احلى واحلى وان شاء الله هتكون رحلة ثانية على الدباب بإذن الله الأماكن حلوة هنروح نشوف نتمشى ونشوف باكسان ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وكمان ما ننسى نشكر صقر صقر واقع هناك الحين اقرب نحوجه على الصقر وبس هذا يعني احب يعني ما عارف ايش اقول بس في كثيرين اصحاب الاهل الاخوان اه كثيرين في الطريق قابلوني اي واحد قابلني في الطريق مصيحة بسيطة طاني احب اشكره المهم الجوجل ماب اللي كان يقول فيه بيتزاهات فعلا كان فيه هنا لكن الحكومة شالته يبع لي احدث في الجوجل ماب يبع لي احدث في الجوجل ماب صقر صقر يا لبا صقر يعني صقر كنت بحرك يا شاب برجع راكب على الدباب بس بدأ الثلج على خفيف ينزل خفيف مرة ما يبين يعني ما ما اقدر اوريكم يعني يقال ينزل على خفيف ولو فيه شيء هنا اسود ولا شيء ما قد حيما بي يجي على اليد خفيف مرة مرة خفيف لكن شعورها اكيدا تشوف الثلج كمان سيتوري لهذا خلنا شوف كم تاعة ثلاثة وتسعمية وتقريبا واحد وعشرين انه حركنا هناك كان تاعة ثلاثة تسعمية كيلو تقريبا يباقي انه شوف عاد نشوف كامل انه يبدأ اوكي يا شباب السلام عليكم انا في الطريق الحين كنت موجه الى هونزا اه في الطريق مر علينا التاباد ليك خلنا نوريكم اياه هذا هو التاباد ليك عاد كبير الى هناك التاباد ليك انشئ بعد كارثة التاباد عندما حصل زلزال في المكان هذا غرقت قرية كاملة هنا وهذه كل البزنس الصغير اللي هنا هذا القوار والاكل والشرب هذا كده بس مسموح لأهالي المتطررين بس هم اللي يجوا يسبوا البزنس هنا غير هم ما احد يقدر يجي يشارك يا لو انت راي فلوس لبوت تساوي بزنس هنا ممنوع ما تقدر هذا المكان بس خاص لأهالي المتطررين صراحة مكان جميل وفي شفها ذاك القارب وزي كده يالله انزل ما انزل ما عارف ايش اسوي في هذيك الانفاق شفتوها هذيك الانفاق في ثلاثة اربعة طويلة ابصور انا بالجوال وبصور كم مسافتها بالجوال وبعدين برباها اعد في الفلوغ المب اعدني على هنزة امشي باقي ليبتيم شوية اخذي علي نشوف كم ويالله اشوف اي شباب اه في ممكن ثلاثة اربع نفاق وربع عض انا حواغي بالدباب هنا ابغى احسب كم طول النفق النفق بارد ياخد وقرافي خلنا شوف كمد في هذا اوكي كم اربعلاف تقريبا وسبعة وستين موسيقى موسيقى منذучن شكرا شكرا حال اشتركوا في القناة 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 ومم ضع movies كل هذه الأحين لديهم مثلاً ومدلون أي ت browار المنزل في التقالةprechة 5 من سناول فالإن فaza 적ق على 5 أ古 من المة لذلك الرجل إلىный فعل فقفان واتذلك لذلك تقرب ان���رات دواء يكونBN يتكلم صدقجي ثماني في المطابعة في الوقت المنحن في المقبض لذوم نتعرف مقبض في المنحن هل يعتقد شخص للمنحن لديهم وحتى تغير بنها عندما يعتقد الصدقجي هناك كبير الانجاز معها مرة أخرى في البدر والدول مستقلة مستقلة بحرارة قادمة ثابت حلاؤرا لفتتعد بحرارة من السلطن انها مستحيل انها بحرارة ويشبت الممرات انها تجربة سلطنية الأصل في استقرار قليل بالمناسبة الأخرى فقط أن من يأشه إكترامانسر سنة والأخرى سأشهد منه المساعدة إلى كل مجرور كما كتابة 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 أنت ترميز هنا جزء من المعارضة من الموجودة وقفأ من المغارضة من بلق Linux وقت في شرب بلقنا السنة وانتظر للدرس والرقبة مع السلطة حانزا دربار حلود حلود وون شبط الوقت ينزل وتعوى ہانزا الرئيور اندار مطلوب نعم إنه ركemoشي مرقباشي المرقباشي مرقباشي المرقباشي موانته ومن ثانية موانته تديران پيك ولهما ستجاره سيطار عدد أعادتك كم غارباني إثبت أربعةً observen وهو chỉ لتحدث 6000 المال فسيكون بلت 3000 المال أPrime climس في أبدا سهب ن لكن من ابدا أولى - wykon Lun98 وهو جهگئر أوج kişية من الألاث اء جهگئر اغابات الأمر وهو جهگئر هي جميلة إنها عendas terror cai كيفية مغلقة في العالم ومعها 23 رب العالم في العالم في مراتيسان ينامبر 8 عادة يدفع 7,788 متر 7,788 متر في الفيسيك المصدرات المت Massachusetts من المترجم النوار eşعجي habitتك في امتلاك يوم السرخات المترجم يوم السرخات المترجم إذا أردت أن تكون هناك جميعاً فائملياً شجراء شجراء محمد آغا خان أولاً حكوم راناً شاة قارشار كانت ترجمة آغا بزرگية خان دائماً بادي كونسيب أولاً شاة حسنل شاة والآغا خان أولاً شاة قريمان الحسين من حسيني فائملي أولاً فائملياً شاة إرسا ایک خوکمران گزر جداً گاً بعد أن براتيه سنباليك اجازت ديني براتيش کی حاد شكست خواكي چائنا کی طرف چلے گئے ساو بار براتيش نحو تبایو خود ایک ساو تبایو خود ایک ساو تبایو خان میر محمد جمال خان مرغزان خان 2 ورد رافع سبزان میر محمد جمال خان 1974 غرارت عامل خان جب ورد راستي مرغزان خان سبزان شاة جيد جانب منصف منصف سبزان منصف منصف وهذا يوجد بخادرية المشاوة عندما يأتي المسلمين ثم يأتي المشاوة روشمين هو مباشرة ولكنه مباشرة 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 ونفرارد سوف ينسى ونفرارد سوف ينسى من المشاوة ورمنا سوف ينسى انسى ينسى سوف ينسى فقط لو سوف ينسى فانا سوف ينسى فانا الان اشتركوا في القناة سوق 119Pro ك你是ч!. 溢 lithium كنت صحيح في الخبرو مثل oyunلوان كانت أمامنا الشتيعنا من خلالها ストывайтесь بيادنا يرنبو بياقيا الفتياتية برايخ أنتٌ مكشاو خشال لازعرفوا هذه أيضا دعو Weiganga وقر Another picture تأدينا البريكي ستنتلم بروق erste من هذهявلات الإنديية في إ고요 لتلائه وANKيا خان بحث وهذا الشيء من خلال الحديث في العلام الرئيسي كانت تبورينث ضربار هو صديق قدر مرام حقيق سالة والمرام، مران، آيو بخان وتعالى نهاية اعتقد انه عمد منسطر في أجل الآن كمران مران محمد جمال خان وعطان، الشيء من قرارا قرم لبادشیس وهي قرارا سالة عن الروح ايضا يكون لدينا جزء النظر سبب اقار في جوالي بقس هو حقوق رب عدة المسائل وان كبيرباء مثل بفضل وهي الامر للماسي السجل و الان تكون عذر سبب وفي سبب zoals ذلك سبب بغانت والدع والدع صلب الجسراء من قنصوار الوصول إنها طتاة المهمان الحقل بأشمال ايجاب المدروني دربار هناك موسم أصف، نوع من بارش، حتى الأرض يوجد برئاني ونحونا هناك هناك منطقار العرض منقابل أماكن من الحقل في المدرونين هناك منطقل تسبب الفعرة في المدرونين عندما يجب أبدا من المدروني في المدروني جانبها يماكن منطقائي في ايجاب الفارسي بزراج الماضي لديك مدروني لذا فراجها مطلوبا لصينهم اظناء انتظار ما نيضاء حفرات خلال مدارا وهذا للقرار هادة من الخارج هل سور النار مر اسم عصوات النار هذا مدفع هنزا شوفوا كيف هنزا بس من فوق هذا الحجر الزمرض يا شباب طالوا بدي اشتري الاسوي رفسنا غالية مرة جاهية ما اجبت الفلوس الكافية اما اخدتها اضيع الرحلة شكرا عندهم اشياء حلوة يا شباب هذا كله اشياء كل الجلود هذه الحاجات واحد دئب واحد ثعلب واحد دئب واحد ثعلب اوكي يا شباب وصلنا نهاية المقطع او الحلقة او اي شي ان شاء الله اعجبتكم اليوم بعد اليوم حققنا الهدف اللي هو خجراب باس من هناك بدأ ننزل ورجعنا الى مدينة سوست اللي كنا فيها امس على فكرة سوست على مستوى ثمانية الاف اعتقد قدم والحين نحن بحونزة على مستوى ستة الاف اعتقد هونزة على ستة الاف اي هونزة على ستة الاف اي هونزة على ستة الاف حوالي ان شاء الله بكراد رايحين بحاول ارجع خلاص لابت بعد مرة واحدة واذا ما قلت ان شاء الله بوقف في ناران المهم الحلقة اليوم شوفنا اطلع بعد جيل وشوفنا نقر وخصوص نقر ما احبن رايين الفندق قلي ما اعرف حتى ما اعرف حتى مانا المهم اي منطقة مويا وزي كده قال لي انت شفت معرفة ايش كلاشي قلت له لا قال لي انت شفت نقر قلت له ايوا قال لي تدخل الجوة قلت دخل جوة 12 كيلو قال لا ثلاثين كيلو مش هيت 35 كيلو مش هيت كنا حصلنا على الشي كده زي المويا عميقة تحت وحواليها البيوت كأنه زي الاستاد مبني وفيها الاستعمار الانجليزي وكده الرجال حق عليه فكأنه يفوت شي جميل يعني فيالله قدر الله ما اشاف على مش هو ارجع وشوفه ثاني فنشوف ان شاء الله المرات الجاية هايش هيكون هبسر هبسر قليشيرات اعتقده وشي زي كده فنشوف المرات الجاية عاد ان شاء الله وبكرا عاد برحلة الابتباد 462 كيلو ان شاء الله عاد نقدر عليها لازم اغير زيت الدباب وزيت الجنزير كمان صار ناشف خطر عاد تبشي فيه وشوفكم نعشو الفندق بسيط جدا انا ما حصلت فندق الحكومي اذا كان مليان فهذا جنبه واحد اه تضبط فيه اه والدباب واقف في الفندق اذاك فامور يمور متيسر والله الحمد نشوفكم ان شاء الله فيديوهات غادمة لا تنسوا الدعم والتعليغات الحدوة اللي تفتح النفس نشوفكم ان شاء الله قريبا نشوفكم ان شاء الله